بسم الله أبو الإبن ورحمة القدس لله من واحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين شكرا جزيونا وشكرا على دعوتكم الجميلة الحقيقة أنا بحس بتعزيها خاصة كده لما بكون موجود معكم في بركة كبيرة في الكنيسة عندكم وبحس إن أنا سواء كان فيرشوالي أو فيزيكالي بقى مبسوط من يومين كده كنت في مارجرجس عندنا في ابتماع الشعب بقول لهم ما عايزكم تتعلمهم من برامتون إن الناس تتكلم كنا تكلمنا عن القلق وقلنا الأول إن القلق ده عبارة عن أنا حرجة بس بسرعة أوي يعني القلق ده عبارة عن شعور داخلي كده فيه خوف فيه توتر مقلق مهموم عدم ارتياح ركب جوايا وقلنا إن القلق ده هو حاجة كومن جدا بالنسبة للناس بيسيب حوالي عشرة إلى خمستاشر في المية من الناس وفرصلنا بين نوعين من القلق المرة اللي فاتت قلنا فيه قلق طبيعي وقلنا فيه قلق مرت قلق الطبيعي ده أنا بعتبره كده كدفنس ميكانيزم ربنا بيحاول يقولك إيه أنا عايزك تسحى فيه حاجة فيه حاجة حصلة عايزك تاخد بالك فمثلا القلق قبل الامتحان ده حاجة طبيعية ده ميكانيزم ربنا حتقولك عشان تذاكر القلق لو ابنك مرجعش من مع أصحابه وتأخر وكده برضو ده حاجة طبيعية فيه مشكلة حصلة في الشغل وجايز إليه يقفوا حاجة لازم أقلق لو ما أقلقتش أساساً يبقى فيه عندي حاجة غلط فالقلق الطبيعي دوان حاجة ربنا حتها جوايا علشان أقدر يقاوم أو بيحفزني أن أنا أعمل حاجة إيجابية أو بيحفزني أن أنا أكلم ربنا وانا ساعات كده ربنا أحط بواكل قلق بيلا خد بالك فيه حاجة غلط خد بالك فيه حاجة غلط وبيحاول لي إيه يرجعك ده غير القلق المرضي إيه بقى اللي يميز اللي اتنين مع بعض اللي يميز اللي اتنين مع بعض حاجة بسيطة خالص شرحناها يمكن بتفصيل المرة اللي فاتت بس هقول الحاجتين المهمين أنه هو بيتناسب في حدته مع الخطر القام يعني إيه؟ يعني مثلاً الواد تأخر للساعة 12 أو البنت تأخرت خليها البنت عشان تبقى إيه؟ والدنيا كوفيد دلوقتي فبنت تأخرت للساعة 12 وما جاتشي أنا قلقت بقى وبدأت أتكلم وأسألها واتشوف التليفون بس مش معناها أنا أخش بقى أي حنز اللي أسيب البيت وبتدأ دور عليه في الشوارع هنا بقى القلق حصل إيه؟ زادت شوية القلق والقلق كمان لها عوق التكايف القلق الطبيعي مع الأحداث بمعنى إيه؟ إن أنا مثلاً الآن بالامتحان طبيعي أنا نقلق بس لو وصل القلق عندي لدرجة نقلق لدرجة نقلق لدرجة نمش هخش امتحان أو أنا مثلاً إيه؟ في قلق بخدم في الكنيسة عايزة الخدمة تبقى كويسة والخادم أو الخادمة عايزة بزن مجهود وفي شوية قلق كده ترى الحفلة اللي هتتعمل بعد بكرة هتحصل إيه وكلام من ده؟ بس مش درجة بلاش حفلات خالص أساسي علشان القلق ده اللي يميز أو يفصل القلق الطبيعي عن القلق المرضي النهارده هعدي بسرعة على أنواع من القلق وحنقول زي ما بقونا قال الحاجة بعد ما نقول بسرعة كده عن أنواع القلق هنحكي عن إيه اللي يرصب القلق إيه اللي يخلي القلق يبقى أزيد وإيه اللي يخلي القلق يبقى أكتر ويساعد على انتشار القلق جوايا وبعدين هنقول برضو في النص كده هو إيه الحاجات اللي تساعدني إن أنا أقاوم القلق قبل ما أقول برضو حفكر حضرتك تاني أنا مش طبيب نفسي بمعنى يا دي مش محضرة علم نفس دي مجرد إن إحنا بنشار أراء مع بعض وحب أسمع في الآخر أراءك وإنتوا بتقولوا إيه وبتفكروا إزاي وإيه الأفكار الخبرات الشخصية اللي ممكن إحنا كلنا ناخدها من بعض أنا بخاف وبذات ما بتكلم عن أنواع القلق نعرف حتلع إيه إحنا معنا حوالي أربعين واحد هنا أو لحاجة ثلاثين منهم هنقول لك ده أنا رجل تنطبق عليه خدوا بركوا جماعة كويس قوي إن إحنا ساعد بنلخبط المرض النفسي من الظواهر الطبيعية فيه أول حاجة الألاء الحاد الألاء الحاد يعني أكيوت أكيوت يعني بيجي بسرعة وبيقعد فترة زهيرة وده مثلا إيه واحد فلس أو ليد أوف من الشغل حصل خناقة في البيت مع حد من العيال وخناقة كبيرة أو في حادثة وفاة أو حاجة زرف حاد يمسبب حييجي بسرعة وفي نفس الوقت إيه ما بيعودش كتير يهمني الحكاية دي يهمني جدا علشان إحنا ساعات نحس بالألاء ده هو وحس إن أنا لأ أنا الآن ليه أنا بقى لأ كده وبعدين تبتدي تشط بقى أصلا أنا يمكن ما عنديش إيمان حكاية ما لأش دعب الإيمان خلص ده أنا ألاء علشان فيه ظرف طبيعي أنا لسه مثلا جاي في شغلانة جديدة أنا ألقت فده ألق ألق طبيعي لازم أخد بالي منه إن هو موجود أقر بوجوده وتعامل معاه كحاجة وقعية وطبيعية في حياتي وما تخدش منه وفي نفس الوقت يمكن ده يدفعني إن أنا أطلب ربنا أقوله يا رب تعالى تعالى عايزة تتدخل في الألق ده هو وتكون معاه حاجة مهمة أوي بالذات في الألق الحاد اللي هم اللي بيسموه تحجيم المشكلة يعني إيه كان فيه مثل كده زمان يقولك يقولك المصائل لأتي فرادة فمهمة أوي عملية تحجيم المشكلة تحكيم المشكلة يقولك إن عملوا دراسة كده لقوا إن كمية الضباب الشبورة اللي تكفي إنها دغطي سبع عمرات كبيرة كمية المية الواقعية اللي فيها عبارة عن ملو كوباية مية ملو كوباية مية الضباب بتاع علشان الزرارات بتنتشر بيحسسك إن الدنيا كلها دباب في حين إن كمية المية قليلة جدا فإحنا في القلق بيحصل كده عايزين نحجم المشكلة ونرجعها تاني في ملو كوباية مية هقولوه الكلام ده ليه؟ علشان تلاقي تيجي تلاقي مثلا ابنك إيه؟ الواد جاب جريت في سنة قولة كله جاب جريت وفي الكورس ولا جاب دي وحاجة وحشة جدا وإنت زهلتي والدنيا تبص تلاقي بقى إيه؟ يا لهو الواد ويا ترى أخطو هتعمل إيه؟ ويا ترى أساسا إحنا الشغل والكوفيد اللي هيحصل دواً هنرجع تاني الشغل ولا إيه حديني هتستمر من كده ولا حنفلس ونتطر نبيع البيت ولا إيه اللي جابنا أساسا البلد الكندا دي يا ساتر وتبص تلاقي كله جه مع بعضه والمشكلة أساسية المشكلة أساسية إن الواد ما جابش نمر كويسة في الكورس ده حجم المشكلة وخد بالك علشان ساعات إيه؟ المصاب بتتغلغل في وسطيه وتبص تلاقي نفسك إنت أو إنت هي كانت مشكلة واحدة واضحة حطينا بالمرة بقى بالمرة يلا كده إيه؟ مشاكل كتير قوي حجم المشكلة وتعلم أن أنت تواجه كل مشكلة بتحديد بحد ذاتها يقولوا كده واحد راحت يزور الإسكيمو وبعدين في الحتة اللي هي البعيدة قوي اللي في ألاسكا وحاجة جامدة قوي برد اللي هو البرد ده فبيسأل واحد كده بيقوله عندك قدي عندك كم سنة؟ قال له عندي حوالي يوم يوم إيه اللي عبيد ده؟ مش فاهم ده بيقوله ده؟ عندك يوم إزاي؟ يعني تاني يسأل ودور لحد ما لقى باحث عندهم بيقوله لا أصل الناس دي عايشة في ظروف صعبة جداً والحياة في جرينلند والحتة البعيدة قوي دي قاسية يعني مجرد أن أنت تركب السنو موبل وعايز تروح من كوخ لكوخ في الحتة اللي زي دي ممكن تموت بسبع طرق مجرد أنك رايح مشوار ممكن سبع ممكن بليزرد يحصل ممكن الأرض تقع تحتيك ممكن بتاع يوقف وتموت من بقى ممكن أي حاجة تحصل فعلشان ظروف الحياة القاسية قوي دي والثقيلة قوي عليهم دي اتعلموا أنهم يوقف كل يوم بيوم فعندهم كده في الفلاصفية بتاعتهم حاجة يقولك إيه؟ إحنا كل يوم ما بننام بنموت يبقى بالنهاية كل يوم أنا بقى أموت وكل يوم تاني بقى ما بصح من النوم لكني عندي حياة جديدة مدتها يوم الحياة الجديدة دي بتاعتي عندي مدتها يوم واحد بس وأنا بقى عايز أستمتع وأجيب البست أوتوف ديس دي اتعلموا مواجهة كل مشكلة وكل يوم بيومه ودي مهمة قوي مهمة يا جماعة الكلام ده ليه؟ لأن من غير ما نحس يقول لك يحنيه يكسر وسطه زي ما بيقوله وليكسر دهره الهم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه عايزكوا تحفظوها لو سمحتوا أمثال 12 بيقول الغم في قلب الرجل يحنيه الغم يشل قوتك ويتعبك والكلمة الطيبة تفرحه علشان كده المزمور يقول إيه؟ المزمور مش عايز يتلقى استعني حاول أجيب الدراج سوري الكمبيوتر بتاعي فرز بيقول عندك أثرة همومي في داخلي تعزياتك تعمل إيه بقى؟ تلزز نفسي لما تهموم تكتر جوايا أروح للمقاومة الإيجابية وأروح لتعزيات ربنا اللي بتلزز نفسي تعزياتك يا ربي أديوة ربنا بيقولك حل لهو حل الظريف أولا لما تلاقي الهموم متركبة عليك والدنيا كلها لسوري يعني غم في غم روح بتلزز بكلمة رب نقوله تعالى يا ربي بقى تعالى شفيني من الغم ده هو بالروح الإيجابية بتاعت كلمة ربنا في قلق تاني اللي يسموه القلق من الغريب أو القلق الاجتماعي اللي يقولك مش عايزة أخرج مش عايزة أخرج مش عايزة أكلم حد وعايزة أفضل في البيت على طوب دايما ما أخرج عندما أنا خرجت وألآن ومش عايزة أخرج وعايزة أروح بسرعة طبعا هتقولي بكلنا تقريبا عندنا الحكاية دي أقولوك صح بس أنا بتكلم على القلق لما بيوصل بدرجة عنيفة قوي درجة إن أنا مثلا إيه مش هروح كنيسة خالص الآن من الناس درجة ده أنا بروحش الكنيسة أو إن مثلا فيه واجب عازة بقى أو لازم أحضره برضو مش هروح ده يبقى ده القلق المرض لكن القلق العادي إن أنا زهقان من الناس ومن المجتمع حتى مجتمع الكنيس ده بيحسن وبيحسن في كل الناس أنا مش عايز أعمل كل حاجة يطلع عنده أمراض الخطير بقى أما القلق بتحول لقلق مزمن زي الأخ الصغنة اللي في الصورة ده هوا ده عنده قلق مزمن يعني القلق بتنمو يتراكم 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 من حاجات كتير لحد ما تحول إلى عادة القلق بتنمو بالتدريج على عكس بقى القلق الحاد بتنمو بالتدريج وتقعد بقى على طول تقريبا أي حاجة بتقليق أي حاجة العايل ما جابش نمرة بقلق جاب برضو بقلق ما هو جايز المرة دي بس والمرأة اللي بعدين ما ينفعش كل ما أخرج في حتة قلق وكل ما حد يعمل حاجة بقلق فالمزمن ده متعب متعب وساعات يوصل لدرجة مرضية لدرجة إنها إيه إن أنا عايز بقى إيه إرشاد طب فيها دي لازم 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 أخد بالي منها بس برضو حرجع تاني وأقول شوفوا في كلام في مراسق أرمية عارفين حنا بنقرأ مراسق أرمية دي إمتا؟ في الجمعة الكبيرة الأسحاحتة بالذات في الآخر خلص الساعة الثانية عشر تقريب بيقول إنه من إحسنات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح يا سلام حاجة حلوة أول لأنه لو افتكرت الحكاية دي أنا نفسي وعدت وأنا بكتب الآية قلت لا ده إحنا محظوظين أوي ده الواحد ما يقلقش خلص حتى جبت شوية الورد دول مجرد النول أحمر شوفوا الإفكت البسيط يعني أنا عادش حاجة سحر دي آية ودي صورة صغيرة صدقوني غيروني الموت بتاعي وحاجة سأعمله كده مجرد أنه وريحة حلوة كده وآية حلوة من عند ربنا إنه مرحمك يا رب لا تزول خدوا بالكو كمان إن فيه بقى نوع من الألق اسمه الألق الثاناوي ده الألق ده خطير اللي هو الألق بسبب حاجة تاني يعني فيه سرطن أدوية معينة ممكن تعمل الألق الكحوليات على طول الخمر والحاجات دي بإفراط بتعمل ألق وهي والمخدرات يعمل ألق وانت مش أصدق هو هو بيطلع لواحده فيه كمان اضطرابات نفسية حاجات كتير أي حد عنده clinical depression بيجبع معاها ألق على طول واخدوا بالكو ال clinical depression ده chemicals بتتغير سيبكوا بقى من الكلام اللي هو إيه ولاد ربنا بيجيلهم شك تقبلع بيجيلهم بيجيلهم ونص ويجيلهم بيبولر وبيجيلهم الأنوركسيا والبوليميا اللي بالذات في البنات الصغيرين الأنوركسيا نيرفوز اللي بنتم عايزة تبقى عصاية وحاسة أنها نتخينة ده بيجبع معاها ألق هي مش أصدق ومش عشان حاجة مشكلة فيها هي ده علشان هو جزء من الأنوركسيا أنه بيحصل ألق ودي محتاجة أنها تتعالج مع دكتور فما فيها شعب خالص في بقى ألق تاني السورة دي عجباني قاومة بازلت موجودة على ما لقيت مو الألق الكياني أو الألق الوجودي هو أنا عايش ليه أساسا وأنا لازمتي إيه في الدنيا ولا حاجة ليها طعم ولا حس أن أنا بعمل حاجة ولا حس أن الدنيا دي لها هدف دنيا متلخبطة الألق الوجودي أو الكياني الإجزيستيشنال يعني جزاية دي عبارة عن حاجة يعني هي الدنيا كلها أساسا ما لازمة ولا معنى كده ولا لون ولا طعم ولا رائعة وده بيرجع غالبا بقى فيه ترصبات من الماضي وحططش على شوية منها دلوقتي وعايزة شغل عايزة شغلة عشان أتخلص منه طيب هفكر معاك ونشوف إيه اللي يخلي الألق زي ما اتفقنا هيحصل سواء كان الألق العادي أو الألق اللي هو المرضي بيحصل بيحصل في كل الناس تقريبا بس إيه اللي يخلي الألق ده بقى يكتر؟ أول حاجة يقولك الجو الأسري لو أنا نشأت في جو أسري مشحون بالخلافات لو الولد أو البنت متعودين كده من هم صغرين بابا وماما دايماً بيتخنقوا دايماً بيتخنقوا ودايماً بيتشكلوا قدام العيال يعني طبعاً كل الناس بتتخانق بس بليز يعني لو تخنقتوا خشوا القضاء تخنقوا يعني لو بعد ما لقالت نام هدنتوا كده إيه هدنة خش جواهم تخنقوا وبعداً نطلع برة كويسين قصاد العيال لأن العيال بتلقت جداً يعني أنا كان عندي ولد من سنتين ثلاثة فكروا كده في جونيور هاي هنا بأخدم في جونيور هاي في ماري جيركس فالولد دون في النص وبنتكلم في ساعة روائق بقى إحنا في الريتريتس دي معنا يومين ثلاثة فكروا عادين بحكي وبتاعه وماما الوقت فتح كده بس لبابا ما بيحبوش بعض قلت له شعرفك يعني قال من ثمن سنين تقريباً وأنا كنت في سنة أولى ودقتي في سنة سبعة ثمنة ولا سبعة يعني من ست سبع سنين يا وكانوا مساعةين في بعض يقولي يا رجل ده انت قلبك سود قوي ما كل الناس بديت خنق ده على كده لو على خنقه وانت حفظها من سبع سنين ده انت يعني آخر روائقين بس صدقوني بتحصل والولاد بترسب جوهم ألا أحسس أحسس بعدها من الاستقرار قدم الأسرة مش مستقرة ممكن هم كمان يبقوا كده ممكن أنا كمان ممكن هكون أنت ربيت في جو مشحون كده ما إحنا أسرنا يعني ربنا بيسطر على الكل ما إحناش في أسر ملايكة يعني الحاجة التانية اللي ترسب القلق قوي كمان التربية المبنية على اللوم والعقاب على طول إن أنا إيه شديد يقولك خليك حازم مع أولادك خليك حازم أنا ما قلتش متخلكش عشان إحنا بنسجل بقى دلوقت بس إيه بس خليك حازم مش لدرجة إن أنا أهريه وبقى دايما على الإيه النيجاتيف كنت أنا بسميها للوقت كنت بقى ديهم محاضرة للإكتماع الشباب عندنا فبقلهم الإيجيبشن بيرنتين الإيجيبشن بيرنتين ما عجبهمش العجب يعني تجيب سبعين ولك ليه ما تجيبش التمانين تجيب تمانين ولك ليه ما تجيبش تسعين تجيب تسعين خلاص جبت التسعين ولك ليه ما طلعتش الأول ما فيش فايت العالم دين ما بت ما بت ومننا كتير كده صدقون يعني أنا فاكر في الريزدنس عندنا في المستشفى تعمى يجيبه النواب ويقعد يقول له إيه تشخيص الحالة دي بيعرضوا حالات بقى في الراوند يعني إيه تشخيص حالة دي يقوم يجيب حاجة إيه وهمة كده تشخيص هبل كده ما قلوش معنا ما قلوش أنت غلط يقول له آه فكرة فكرة تستحق النظر برضا إيه تاني يعني معنا أنت قلت غلط يعني بس ما يجرحوش إحنا بقى عندنا العكس إحنا عندنا واحدة تهزر مع ابنها تقلق إيه ولا بنتها إيه حمارة تعالي هنا حمارة طب ليه حمارة يعني يقول لك لا ده هزار ما هزار أه بس بارته بي إيه بيكسر سنة أو أنت غابي ما أنت عمرك ما هتفلح كلام اللي هو بنقوله به هزار إحنا مش قصدنا حاجة بس إيه التبرية المبنوعة اللوم على طوله لقاب وحشة وحقولك فتكر حاجة كمان أنه كلنا إحنا يعني زل Yogainer في اثرة كل أسرة فيه حاجة مش لازم أنت أنا أسف أنا عارف أنتوا شايفين الصورة بس أنا ما كنتش شايفة فيقول لك لا تلعق جراحك يعني إيه ما تنكش بقى إيه تفتكر طب إنت يا سيدة ربيت غلط وأبوك كان قاسي أو أختك كانت أختك الكبيرة كانت بترخم عليك ومش عارف إيه والحاجات دي كلها ما تنكش تفتكر فيهم كتير ما لقاش لازم أصدقني بحلوها وحشتها وكله لا تلعق الجراح ما تقعدش تفكر نفسك سواء كانت الحاجة دي حلوة ولا وحشة يمكن أحسن ما تلعق جراحك وتقعد تقتر فيها زي ما القداس بقول كده تذكر الشر المول بس الموت حول بقى القلق دون لصلاة حول لصلاة وقول يا رب يا عندي مشكلة من زمان حلاء حلاء ونسيني نسيني إيه الزكريات الصعبة بتاعت زمان دهي ساعات بقى القلق كمان ييجي من أحداث الماضي المؤلمة يقول لك عمري ما هسامح نفسي وديها بقى تحتها مئة ألف حاجة ساعات فعلا عمرك ما هتسامح نفسك من حاجة وحشة أنت عملتها أو حاجة غلطة أنت عملتها غلطة كبيرة وضيعت مستقبل أخي الصغير أو أختي أو ابني عملت كذا لما كنت خلاص يا عمنا ربنا يعني إيه رحيم ربنا بيسامح معلش كلنا بنغلط لكن أتني ملبسها في دماغي وساعدت بقى حاجات وهمية أنا فاكر كنت في امتياز في مستشفى الساحل وجات أم غلبية أنا مسيحية وكانت طيبة أول لزيزة كده ومعها بنتها يعني ومشت رجلات قصرية مسيحة والبيت جريت وكان الترموت يعني هو البيت الجريت الملاقية لا برضو كان مفروض أخد بيه بصرف النظر بقى خلاص معلش خلاص معلش بقى مش هتني سنين ألخبط نفسي كان فيه جملة سمعتها أول مبارح كده حد من عندنا من الكنيسة بيقولها بيقولها تمررها عديها يعني قبل ما اتمررك مررها قبل ما اتمررك حفظوها دي الله يخليك حلوة فيه ساعات القلق بيبقى من تقنيب الضمير عارف كل اللي في السجن حاس أنه بريب بيقولك معظم المساجين حاسين أنهم بقى أبرياء بس درق ده ده تأمن حاجة تانية ربنا بنتأمن حاجة تانية إحساسي بالخاطية والخوف من الله الفكرة اللي القلشة في مصر عندنا بزدات حفظتها لنا الله المنتقم الجبار اللي مستنيلي على غلطة علشان يتبحني الخوف من عقاب ربنا ربنا حلو قوي وطيب يحكوا عن قصة كده خيالية عن عصفرتين بيقولوا البعض بتقولها يعني هو ناس منهم قلقانين ونظرات عينهم كده مش مستقرة والدنيا لها بس تعريبا ما عندهمش رب بياخد باله منهم زينا إحنا عندنا ربنا بيغزينا وبيأكلنا لكن هما ما عندهمش عاملوا إيه غلابة فإحنا ستكوني كده ساعات تقنيب الضمير نفسه عملتها بدل ما بدل ما تقنيب الضمير ده يدفعني للتوبة يلخبطني لكن ربنا بيقول عنه الكتاب كده بعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا لم يجازنا حتى بقى ثامنة لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الضهر عجبني أول كلمة مش فاكر جبتها منهم بس عجبتني أول ولازأ في دماغي كده بتقول استرح يا ابني إن احتكت الاتصال بي أنا فقط على بعد صلاة أنا مش بعيد صدقني أنا مش بعيد مهما كنت وحش مهما كان حالك يعني مش كويس أنا فقط على بعد صلاة إذا احتكت الاتصال بي ربنا بيقول لك النهاردة وربنا بيقول لك النهاردة إذا احتكت الاتصال بي أنا فقط على بعد صلاة إحنا بقى كوفيد ولازم نجيب كوفيد برده عشان نمشي مع الجو خف من المجهول خف من الزلازل والكوارث والكوفيد حيستمر لحد إمتى والموت والكانسر والفلس والاقتصاد وانتخابات أمريكا وانتخابات كندا والإخوان في مصر والدنيا والهم والبتاع الخف من المجهول ده من أصعب أنواع الخف اللي بتعمل قال ألأ رهيب لأنه مش محدد ده فيه ناس لو تفتكروا كان إيه من سنة ولا حاجة في إنجلترا قالوا نهاية العالم كل كم سنة بتطلع لعبة نهاية العالم دي ويقول لك ناس بيجوا كان في لندر إنجلند قاعدوا يخزنوا أكل وقاس مش عارف حتحصل كرسة إيه كونية إيه ويخزنوا أطنان من الأكل جوه البيت علشان إما تحصل الكرسة الكونية دي قدروا يستيرفاف الخف من المجهول ده ووصلوا مجهول طب هتعملوا إيه ده بقى يعني فيه درجة منه آه مفروض إن أنا بأواخد بالي سنة أو مفروض بأمحرز أنا ما قدتش يعني إيه مشيها كده إيه سبهلالة كده يعني بس مش لازم نخف من المجهول ده هو يكلك في الجيش الأمريكي اليوم حاجة كده جميلة بيقولك نظرات الإحتمالات يقولك كل ده ممكن آه ممكن الكوفيد يموتنا بعد الشرع عليك يعني يموتنا كلنا ممكن أو مش ممكن ممكن وممكن أبقى ماشي وتصني عربية بعد الشرع عليك يعني أو علي أنا المراد فممكن أو أنا مش ممكن ممكن بس إحتمال كم في المية هي دي بقى الفكرة فجان مرة في البحرية الأمريكية كده وجان فيه جنود راكبين طرادة كبيرة مليانة بترول بنزينيا جايز وبعدين قالوا إحنا بقى متاعي حتولى لو أي توربيد من تحت البحر كده نط خبط فيها حتولى وحنموت كلنا بقى مرعوبين فجوم يعمل لهم إيه قالوا تعالوا نحسب الاحتمالات إيه وجابوا أدلة علمية إن لو التوربيد لأن البتاع دي بتبقى نقطرة طويلة قوي لو التوربيد جاه في حتة معانة مثلا في النص أو في الطرف يقولك في خمسين في المية بس من المرات لو جابوا مية توربيد من دو لو جابوا مية سفينة من دي خمسين في المية حتغرق لكن الخمسين تانية حتى إنها طفية لأنها تصميمها كده فأنت إذن بدأ زي بدأ في خمسين في المية مش حتغرق وبين الخمسين في المية اللي حيغرقوا only خمسة في المية غرقوا في خلال عشر دقايق الباقي كله قعدت على ما غرقت بالراحة خدت حوالي نص ساعة يعني عندك وقت إن انت تإيه تنجو وحتى العشر دقايق نفسهم بينه وبينكما كويسين أنا حل حق إيه أنجو بنفسي فعايزي أقول لهم أيها كل حاجة ممكنة بس احتماليات هقد إيه كل ما تفكر في احتماليات أنا فاكر زمان قوي بعد كان في حق مصر التيران الطيران اللي انفجرت سنين طويل وكان بابا وماما جايين دولي له في حمال الرعوبين مصر التيران الطيران اللي انفجرت فقالتهمنا ده كده أأمن وقت علشان نظرية الاحتمال بتقول إن مش ممكن الطيرتين حينفجروا ورا بعد فأجنتوا كده في أأمن وقت لإيه حسب نظرية الاحتمالات حاجة تانية جميلة أوي بدل من أنت تقلق خلي ربنا يقلق في رسالة فيليبي الإصحاح الرابع بيقول حاجة جميلة أو يقول لا تهتموا بشيء لا تهتموا مش يعني لا تهتموا يعني لا يصيبكم الهم لا تهتموا بشيء بل في كل شيء في كل شيء في هم بقى وقلق بالصلاة والدعاء مع الشكر اللي تعلم تلباتكم لدى الله خد بالك وسلام الله مش سلام من عندك مش سلام من العالم مش سلام من الظروف والحسابات سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم سلام ربنا بييجي ومستعد يحفظ قلبك ويحفظ قلبك ويحفظ فكرك في أصعب الأوقات خلي ربنا هو اللي يقلق يحكو قصة كده هوا في I think كانت في الهند أو في حاجة زي كده عن واحدة ستة طيبة كان عندها ستة أولاد وتبنت كمان 12 داستة فبقى 18 بلولة ازاي تقدر يتمشي مع 18 طفل قلت له مثل أنا عملت اتفاق قال لنا اتفاق ايه ده هو قالت له عملت اتفاق مع الشريك لي قال مين الشريك ده قالت له ربنا اتفاقتي ايه معي قالت له بص احنا قلنا ايه نقسم الشغلانة هو ياخد الهم وانا اخد الشغل انا عمل اللي عليا وهو ايه وهو يهتم هو اللي هو اللي يقلق فمن ساعتها الشغلانة دي ماشي انا ماليش داع ماهو دي مشكلته هو هو دي مشكلته هو اللي حائلة انا عمل اللي عليا فبقلت دايما بعمل اللي عليا وهو وهو بيحلها لي قلق تاني بيجي عن الانفصال عن الآخرين ده ده مهم قوي اما خش في مجتمع جديد أول ما جينا او هاجرنا او اول ما حد رحنا بروفنس جديدة او حد مننا مشي وساب الشغل رحنا بلد تانية فيه قلق قلق برضو نوعا من قلق المجهول يا ترى البلد يا ترى الدنيا دي حتبقى ايه يا ترى ايه ساعات القلق ده بيبقى شديد قوي وتبص تلاقيه ربطني بمصر على طول تبص تلاقي الناس قاعدين هنا يا ساتر كل أحوال مصر كل كحة كل كحة في مصر بتوصل لنا هنا قبل ما بتوصل مصر أنا فاكرا أنا أخطي في مصر فمرة بتكلمها مش عارف كنيسة ايه تعملت وأيام ربنا معيدها يعني أيام الصعبة اللي كانت حصلة حرق الكنيس مش عارف ايه وبتكلمها والبتاعها والدنيا عامل ايه يا البتاع الفلانية حصلت معرفناش قلت لها ده حصلت معلش يلا خير خير اللي في مصر بتبص لهم هم مش قلقنين زي ما احنا قلقنين احنا بقاعدين مركزين على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وقاعدين كل الديتيلز وقناوات الفضائية جنون جنون وهم وللأسف حتى القناوات المسيحية فيها حاجات كتير أنا ما بتفرجش عليها خالص تقريب كتير قاعد بص لها ألأ 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 تتعبك فاخد بالك ان ساعات ابعد نفسك عن الأخبار والألأ ده هو علشان ده لوحده بيتعب جدا للزهن الغيرة الغيرة ان انا حاسس ان غيران كبارة مش بتكلم على الصغيرين زي الصورة دي فيك كبار دول برضو غيرانين دي عندها عيال وانا ما عنديش دي عيال هنكحين دي اتجوزت انا ما اتجوزتش ده غني احنا مش غناي ده دي شكلها حلوة وحشة ده دكتور وانا ما دكترتش فإلى آخيره فتبص تلاقي الغيرة دي تعمل نوع من أنواع الألأ آخر حاجة هتكلم فيها عن الألأ الألأ اللي بينتج على الصراعات النفسية دي مهمة أو فيه صراع بين الرغبة والرغبة الرغبة والرفض الرفض والرفض تعالوا تعالوا نعدي على الثلاثة الدولة علشان انا حاسس انهم مهمين أول صراع جواية اللي بيعمل لي ألأ جامد أول صراع بين رغبة ورغبة الاثنين حلوين اختيارين اثنين حلوين مثلا ايه يجيلك احنا لسه لا جايين دلوقت طب هلا احنا معنا قرشين جايبينهم من الامارات مثلا وجايين بقى هنا هل نسرف القرشين دول نجيب بيته ونستقرش وبعدين ندرع شغل وكده ولا نسرف القرشين دول نفتع بينهم بيزنس مش مهمة بيت دلوقتي نسكن في شقة ما دي حلوة وسط دي حلوة دي صحة ودي صحة فساعدت بقى صراع بين رغبة ورغبة الاثنين صحة والاثنين حلوين ويعملوا قلق في الحالة اللي زي دي خد بالك ان انت ادرسها كويس اطلب ادفايس وكان بابا الله رحمه كده يقول لي ايه يقول لي بص لو لقيت الاثنين زي بعد قوي قوي تقريبا الاثنين نفس الحاجة يبقى خمسين في المية كل حاجة فيهم صح احناقها ايا واحدة منه لان تقريبا هم الاثنين خمسين في المية خمسين في المية له ذو صحة ففيساعد صراع بالذات اللي عندهم طموح والناس الذي هم الايديوليستك قوي الرغبة والرغبة الاثنين حلوين رايز ابدأ غني قوي وعايز ابدأ دكتور وعايز ابدأن ادفاي عايز ابقى كل حاجة مع بعض ده أول سراع فيه سراع تاني بين الرغبة والرفض عايز أكل الآيس كريم ده بس كرشي بقى يعني خلاص كفاية كده تخنت قوي عايز ومش عايز عايز ومش عايز السراع ده يمكن أسهل شوية لأن غالبا بيبقى فيه ديستينكشن واضح بين الاتنين سراع بين الرغبة والرفض أو مثلا عايز إيه فيه شغلانة جات الجديد بس فين في آخر كالجري وحسيب البيت هي تديني فلوس بس المقابل بتاعها أن أنا حسيب البيت خالص ومش حاجلهم غير مرة كل ثلاث شهور أخد الفلوس ولا أخد البيت أخد الفلوس ولا أخد البيت سراع بين رغبة ورفض عايز ومش عايز أو سراع بين الرفض والرفض سراع بين خيارين زي ما بيقولوا كده أحلاهما مر يعني حاكتين الاتنين ساعبين أنا تخنقت مع الواد ابن سوريا عن شاح تبير كده وأنا أغلطت نرفست عليه جمد ولا ازعَقتله ولا الادرج ولا أي حاجة وعايز عايز ما اعتذرله عشان كرامة الأب واحترامه وفي نفس سوق عايز اعتذرله علشان رفض اننا ما اعتذرله ورفض أننا اعتذرله رفض اننا ما اعتذرله علشان علشان مش ديه المسيحية وانا عمد لت حاجة Breaking فرفض ان انا ما اعتذرش وفي نفسه تاني رفض ان انا اعتذر او مثلا بعد عنكم الديسك واحد ولا واحدة عنده الديسك ما هو العملية متعبة ومؤلمة والمسكنات برضو ما بتنفعش خيارين احلاهما مر اطلب ارشاد اطلب ارشاد من ربنا واستقر على واحد ساعات الاتنين هم نفس الحاجة انت كل هتكسبه هنا القلب حختم بشوية نصايح سريعة ان ازاي يواجه القلب اول حاجة انك تكون واقع الشخص الجميل الدامي اللذيذي اللي بيتحك على طول ده مش موجود مفيش حياة بلا القلب الشخصية اللي عارفين احنا مشكلتنا ان احنا اتربين على الافلام العرب الافلام العرب لازم في الاخر البطل يتجوز البطلة يعني متعودين عليها كده او الحق بينتصر دايما في الاخر وكل حاجة بتمشي حالو خدلك happily ever after في السياسة الافلام العربة دي مش موجودة خلاص كن واقعيا وعرف ان مفيش حياة توجد بالقلق والقلق حيعيش معك وعيش معاه بالعكس استعمله استعمل القلق علشان يفيدك كان فيه مثل كده بودست بيقولك تعلم ان تصنع من اللمونة التسور الحامضة شرابا حلو اللمونة مرة قوي بدل ما تقعد تموص فيها وهي مرة كده وتوجع لك بطنك حط عليها شوات سكر ما معلونها لمونات استعمل القلق بتاعك ان هو يبوشه فورورد حلوة او الحكاية دي يحكوا كده عن قصة واقعية حصلت في أريزونا رجل اشترى أرض كانت بسعر لقطة ومزاد ما تفهمش إيه ومام يعني اشترى الأرض وقال لك الله ده نكسبت مكسب كبيره بس لقى ان الأرض دي بعد فترة كده هو مش حرق أريزونا مليانة تعبين ومفيش فايدة حتشيل التعبين دي كل هذه اللي هتعرف تزرع وخطر انك تمشي فيها وخطر انك تعمل أي حاجة طيب ونعمل إيه والهم ركبه وأبقى قلقان جدا ما هو خلاص خسارة المبلغ كله ده عليا لحد ما سمع عن المثل ده لك طيب أنا ممكن أعمل منها حاجة نعمل إيه بالتعبين اكتشف ان التعبين دي بيعمله منها الفاكسين اللي هو الترياق بتاع السم وغالية جدا الجرام الواحد أنا شفت على فكرة يوتيوب من كم يوم في مصر يوتيوب عربياً مصري يقولك ان الجرام الواحد مش قبل خمسين ألف جنيه ولا ان هو سم التعبين اللي بيستعمل ان هو يتعامل منه ترياق ده فقالك بس خلاص أنا ربي تعبين ربي تعبين وأصطاد كل شوية واحد منهم وعمل كده وبعد كده توسعت الحكاية عمل جولوري من التعبين وعمل جلد تعبين شنط وعمل فسح وبقى ده مهرجانرز اللي يجي زور المهرجانرز بقت مشروع ناجح جدا من حاجة مفروضة انها خسرانة مهمة أوه يا جماعة ان احنا ما نكونش الشديد الحساسية عايزين احنا عارفين ان نخش في الكنيسة ابونا مرء استمعني دلوقتي هيقطع الحكتة دي بس نخش الكنيسة بنعتبر مجتمع الكنيسة الشديد المثالية كل راعة عوضك الله يباركك الله سمحني أختيت سمحني أختيت حلالي أنا اش بقول ده غلط بس يعني ساعات احنا بنبالغ فيها أو بالزيادة ان احنا عندنا الحساسية المفرطة ان لازم الناس كلها تبقى ملايكة ما ينفعش ان انت نفسك وانت نفسك مش ملايك خلينا يا جماعة لا نكون حساسين أو مثاليين بزيادة وفتكر دايما دايما قوم القلق بآية من الإنجلي قال ايه في المزمور ويقول لك ملقينا سوري في الكتاب المقدس بيقول ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم الهم هو القلق ملقينا بتصدق ربنا حد فيكم بصدق الكلام ده هو أنا بقوله لك أنا مش شايف وشكم وده بقى مشكلة الفرشون وبعرفش تشوف الوشوش بس ربنا بيتحديك النهاردة هو بيتحديك النهاردة بيقول لك كل همك لقيه علي لأنه هو يعتني بكم حتقبالي التحدي بتاع ربنا حتقبل تحدي ربنا ولا لا وما تقوليش ان الكلام ده نظري بس أنا حنبهك وحنبهك بحاجة مهمة قوي عجبتني سمعتها من كم أسبوع وعجبتني جدا بيقول لك حاول تغير نفسك It's funny because we ask God to change our situation Not knowing that he put us in the situation to change us بنصل لربنا علشان يغير لنا الظروف تساعة ربنا هو اللي بيحط الظروف علشان هو عايز يغيرنا بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أننا بتنرفز بسرعة بحيج على طول وربنا يحطني في كم مصيبة كده وكم مشكلة علشان أتعود بالتدريج النهدى وما نفعلش بسرعة لأنه عارف أنه هرديني في مصايب فساعات ربنا بيحط الظرف علشان يغيره مش لازم كل مرة تطلب من ربنا أنه يغير الظرف ساعات ممكن أنت تفكر ربنا حاطت الظرف دوا علشان يغيرني أنا وفيه واحد كده هو نقال جملة جميلة أو بيقول 10% من مشاكل الحياة يعني أو من نتيجة الحياة معاه 10% what happens to you الظروف الخارجية 10% 90% how do you react to them 10% الظروف وتأثيرها علينا 90% أنا عملت إيه في الظروف دي يحكوا عن قصة كده في كتاب ده على القلق ويبدأ الحياة بيقول ما عرفش قصة يعني خيالية ولا إيه بس قصة لذيذة معبرة بتقول أن ملاك الموت دخل في زمان في الأربعينات ولا حاجة على عمبر وقال إنه هو الطعون حيموت كم واحد فقال أنا حموت 200 واحد بالطعون فبلد كبيرة يعني وبعدين مرت الوباء الطعون دهوم ومات حوالي 3000 فبيقولوله يعني كده هم بقيت بقى الملايك يعني بيقولوله انت مش قلت حتموت 200 قالوا مصدقوني أنا موت شرمتين البقيت 3000 دول هم اللي ترعبوا وبتدوا يدوا لنفسهم عليك زياد وبتدوا يعملوا حاجات غلطة وتخنقوا مع بعضه وبقت في حروب وبقت في قلق وبقت في حاجات كتير قوي هم موتوا بعض أنا موت 200 بتوعي بقيت 3000 دول هم اللي رأكت تغلط وموتوا بعض حاختي ماقول تلات حاجات مهمة قبول النفس في تلات خطوات جزء كبير جدا من القلق ده هو ان انا تربيت على كده حاجات ترسبت صحابي في سنوي، خجراني، إخواتي وأبوي أو أمي والناس دي كلها عملوا في حاجات أو حاجات ترسبت بقصد أو بغير قصد بس يقولك في تلات حاجات هقولك عليهم أول حاجة أرفض الشعور بالنقص شعور بالنقص أن أنت أقل من غيرك وأن أنت أقل من غيرك دي حاجة غالبا مكتسبة بسبب أن الناس هجمت عليك بالأفكار دي والترياقوا عليك من البولينج في مصر كما وجدت كتير من وانت صغيرة من وانت صغيرة ونشأت خلاص أنا وحشة أنا وحشة وأصدقني تعريف الجمال ده حاجة نسبية تماما تعريف الجمال ده كلكم أعرفين أكتر مني ده حاجة نسبية تماما أنا مش ناجح علشان بابا الله يرحمه والماما الله يمسيها بالخير عرفت النجاح أني لازم أبو دكتور يا مهندس ما بقتش دولي بأنا مش ناجح بالعكس ده في بزنس ناس عاملين بزنس ونكحين وفي ناس مدرسين ونكحين وزي الفل وحياتهم سعيدة كده ارفض الشعور بالنقص بص زي القطة دي عجبتني قوي دي من أجمل الصورة اللي بتأثر فيه وبليز بعد كده بقولولي أنها عجبتكم قطة دي بص في نفسها شايفة نفسها أسد ليه؟ لأن بيقولك انظر لنفسك كما ينظر إليك المسيح بص نفسك وبص نفسك مش زي ما أنا ربنا بيبصلي ازاي ربنا بيبصلي أن رأى الله كل ما خلقه فإذا هو حسن جداً أنت مخلوق سماوي ارفض الشعور بالنقص موسى قال له أنا ما عرفش أتكلم ولساني في مشكلة وبقى موسى مين؟ موسى بقى قائد الأعظم اللي خلص الشعب مين التاني؟ قرمية قال له أنا ولد قال له لا لا ماكش أنا معاه ارفض الشعور بالنقص حاجة تانية ان اقبل محدودياتك وسلمها الربنا انت مش عارف وانت مش عارفة ومستوى زكائي قليل مستوى تعليمي مستوى المادي قليل مقارنة بغيري خدوا بالكم جزء كبير أو من قلق زي ما قلت لكم وحقولها تاني ان احنا بنقارن نفسنا ببعض بس خد بالك ده بتهوفن بش مهندس بتهوفن كان ايه؟ كان أصم مسمعش ومع ذلك بقى أشهر موسيقار ده دي بالذات ما ينفعش بقى موسيقار سلم محدودياتك لربنا ربنا ممكن يخلق منك ومنك حاجة عظيمة فاكرينك كابتن جدعون لما جه ربنا يقول له تعالى ده واحد من قضاة بني اسرائيل ربنا قال له هتخلص الشعب قال له يا عم الله يهديك أخلص هيا أنا الصغير في بيت أبي وعشيرتي يا الأصغر وروحنا أحد عليه إيمان لا يكرمك انا يعني انت مش انت جاي لبنى عدم الغلب قال لقزها بقوتك هذي وخلص إسرائيل جدعون بقى بطل من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس يبقى أول حاجة في قبول النفس ان انت أنظر إلى نفسك كما ينظر إلى المسيح ارفض الشعور بالنقص اقبل محدودياتك وسلمها لربنا وآخر حاجة خليك واقعي دي مهمة جدا عشان أنا عارف بتحسن بقى تيجي مثلا إيه في رأس السنة كده اقول خلاص يا رب العهود حاجة العهود اخذ عهود 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 مع ربنا ومع الناس ومع كله وتلاقي نفسي انا مقدرش أغير نفسي في يوم ولا اثنين خد بالك من الواقعية واقعية التغيير دي مهمة أو في قبول النفس أما أنا أكون مثلا بتنرفس جدا وكده وعصبي مش معقولة في خلال أسبوع من النهاردة حبقى كويس مش هينفع عندي خمسين حاجة وخمسين عيب وكلنا عندنا خمسين عيب مقدرش أقول أنا عملهم كلهم من بكرة أنا حطيت لنفسي خطة بحيث أن أنا أبقى هادي وبشتغل كتير وبجيب فلوس أكتر وبقى كويس مع العيال واروح الكنيسة وبطل كذا وكذا وكذا أعرف دي عامل زي بتاع المسرحية اللي قال له إيه قال له قال له دي مشكلة الجيل مش مشكلة خاصة قال له أنا مقدرش أغفل بجيل كله ده حاجة زي كده اللي هو مش هتقدر تغفل بجيل كله مع بعض خليك خليك واقعي وخليك reasonable في تختاع وعاتك أنت بتصليش خالص ماينفعش تقول أنا حقف كل يوم أصلي 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 أشبايا ساعة أنت مش هينفع من زيرو لساعة أنت هتصلي خمس دقيقة تحت إرشاد أب اعترافك وبعد كده هو أنتندق فيه حاجة مهمة أوي كمان في القلة يقولك تعمل stop loss order اللي بيعمله في stock market في حاجة لذيذة أوي أنك لازم تحطها في البنك كل دلوقتي ديجيتال أنك مثلا السهم ده بمية وبينزل فتقول له بص لو تنه ينزل كده لو وصل 70 بيع على طول من غير ما تاخد يقولك تسمي stop loss order لو وصل 70 بيع بمعنى بمعنى أنه مش لازم أتني أكافح في نفس الحاجة دي جائز دي مش موهبتي جائز دي اللي مش هعرف فيه عمل بيزنس محل شاورمة والمحل الشاورمة مش نافع ومش نافع مش عارف مش يعمل تاني وفي المحل اللي أخسر وعمل محل تاني وتاني أعمل في كل حياتي محلات شاورمة مش لازم محل شاورمة بيبقى خلاص أنا جائز لي حاجة تانية جائز أروح اتجاه تاني at certain point أعمل stop loss order وفكر تاني واحد مهم قوي بتاع الكتاب دع القلق وبدأ الحياة ديل كارنيجي ديل كارنيجي دي كان كل أمل حياته ايه يعني كل أمل حياته انه يبقى مؤلف روايات عشان كان ساعتها ايه دي الحاجة اللي بتجيب فلوسه حلوة قوم مشهورة وكده وقعد يحاول رواية واتنين ويبذل شهور وشهور وحدش بيشتري وراياته وما بعرفش فخلاص فقد الأمل اتصرت بقل خلاص مش هعرف عمل أقلف رواي تعمل ايه لقى نفسه بيعرف ينصح الناس بدأ يقلف كتب ينصح الناس وبقى أشهر واحد في مجال النصايح الاجتماعية والنفسية ده القلق ابدأ الحياة وعلاقات الاخرين وبقى علامة من علامات العصر الحديث في الحاجات دي لمجرد ان هو ايه استسلم حختم وقال لكم ده آخر سلايد النهاردة تعالوا نروح مع بعض إلى وادي يهو شفاة افتكر عمل ربنا ليك افتكر ربنا في سفر يوئيل الاسحاح التالي عايزكوا تقروا دي بقى بقلبكم عايزكوا تقروها بقلبكم بربنا بيقوله ايه ده كان بقى أيام بقى السابي وكده والدنيا كلها ضلمة يعني وقلق فبيقوله اجمع كل الأمم اجمع كل الأمم وانزلهم إلى وادي يهو شفاة وحاكمهم هناك على شعبي وميراثي اسرائيل وادي يهو شفاة ده اللي هو ايه ده الوادي اللي ربنا ساعدتها فاكرين اما كل الملوك جمع على يهو شفاة وقال له يا رب ليس لنا قوة لا نعرف ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا وربنا قال له ما تخافش ان الحرب ليست لكم بل الله ما تخافش نزلوا الوادي ونزلوا الوادي بمنتهى الإيمان رغم انهم كانوا لا يملكوا شيء وأقرب الضعف بتاعهم وقال له لا لسنا نعمل ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا لما تتزنق قوي ما نعرف هتقوله الكلام ده بتقوله كله اه صح سهل انك تقعد تقول وانت قاعد روئانه ومعاك قبات شيء وقاعد تشرب بس ساعة الجد مين هيحطم القلب لو معرفتش حاجة روح وديه وشفاة قوله يا رب لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا هختم بآية في رسالة بترسو القولة بتقول حفظنا وكلك انا عارف بس انا هقولها تان عشان البت دي عجبتني قول ملقين كل همكم همكم من الترجمة انجليزي cast all your anxiety الانانكزاية بتاعتهم عليه لأنه هو يعتني بكم ملقين كل همكم عليه الوعد لو حتعين حاجة النهارده من السيلفون خد سكرينشوت كده وحطه على الباكجراند بتاعك وقول ربنا قال لي يا فلان ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم شكرا وأعتقد ربنا سهل بلسه في شوية وقت لشوية أسئلة ربنا عواضك يا دكتور جورجي مرسي خالص كتر خيرك لا محاضرة دسمة موضوع القلق ولو إنه موضوع القلق ده موضوع يعني موضوع كبير موضوع يقلق لكن نشكر محبتك حبيبي ناخد بعد إذنك فترة كده لو حد عنده أسئلة أو استفسارات أو إضافات ممكن لو حد عاوز ممكن تدرتي تأوناس سلام أمي بونا فضالي تأوناس شكرا دكتور جورج thank you so much بس عايز أقول لك إن الصورة القطة اللي شايفة نفسها أسد جاملاوي شكدا صدقيني آه تجميع الإجابي ده it's amazing and I love your selection of the visuals يعني the visuals are playing a good role for the presentation thank you so much for everything God bless you thank you thank you يا عشان تشيل القلق اللي كان عند خضرتك حد ليه سؤال تاني أو استفسار أو comment أخذوا بالك عشان لو ما سألتوش أنا باسأل أبونا مديني تصريح وقال لي اسأل أسألة صعبة لو ما حانا وانتو ما سألتوش أنا أسألة كده هتجيب لينا قلق كده دكسور لا أنا حقول لكم حاجة سمعتها أنا قديت نفس الكلمة دي I think it was in Mississauga or somewhere يعني وحد كده سأل سأل بيقول لك أنا هو كلام حلو جميل بس الكلام ببلايش بقول لك صراحة يعني الكلام ببلايش يعني قول زي ما أنت عايز بس ساعة القلق ممكن يعني إيه كلام ربنا استعمال كلام ربنا للتهدئة يعني حاجة كده زي ما تقول حاجة صغيرة بس ما تقوليش بقى أن كلام ربنا يعني هيغير حاجة خليك واقعي طب أنا شايف جسفين جسفين فضالي سلام يا سابون سلام دكتور جورج ربنا يعوضك على الكلام الجميل النهار ده طب أنا مش عايز أقطع حضرتك حراك كنت بتكمل حاجة أنا ممكن هاستنى لحد ما حضرتك تخلص حراك كنت بتحقي لا لا قولي الأول قولي الأول أرجع تاني أنا مش بنس لا لا أنا عايز أسمع حضرتك ممكن يح طلع ما فيش دا إن أنا أسأل لا أنا كنت بأسأل المجموعة بس يعني يعني هل هو واقع إن أنا من خلال خبراتك أنا بتكلم هنا بقى من خلال الخبرات ما هو كلام سهل وأنا قاعد دلوقتي باشرب كوباية بتاع هربل تي جميل قوي ومروق كده وكل تمام كلام حلو بس هل فعلا مجرد إن أنا أقول الآيات وأصلي دي هتحل القلقة عايز خبراتك عايز أرأك ما هو في حتة احنا قلناها المرة الفاتت في الجز الأولاني برضي دكتور جورج يعني لو حضرتك تفتكر إن يعني هو بتهيأ لأن جز من يعني العلاج بتاع القلق إن الواحد لما يقعد مع نفسه مش بس في الصلاة لكن هو بيعالج دماغه بنفسه إن يفتكر خبرات ربنا معاه لو سنين شايلني يعني ليه هتسيبه النهاردة يعني البني آدم هو اللي في إيده علاج نفسه القلق قلت لهم كده بالظبط دي كتفكت نظر واحب بسمع برضو آراء التانيين It's not مجرد كلام يعني أنا حاسس رأي الشخصي وده هسيب أبونا يعني يكومنت بعدين بس أنا رأي الشخصي إن هو It's not مجرد كلام كلام ربنا قوة يعني أنا حاسس كده كلام ربنا قوة في الآية بتقول كده لم أرى صديقا تخلي عنه ولا زرية له تلتمس خبزا ربنا إله حي واقعي مش كلام زي ما أنت قلت كده يعني خبرات مع ربنا خبرات مع ربنا و حسبت لك بالدليل شايف أمجد قولي سؤالك حبيبي أنا سؤالي هو يعني هو مش ألا بس يعني عايزة من حضرتك دكتور جورج لو تقدر تدينا في رشدة صغيرة وصريعة جدا يعني إحنا دلوقتي في كوفيد بالزات في situation اللي إحنا فيه في البندامك إحنا داخلين دلوقتي على السنة والريستريكشن وكل اجتماعاتنا بقت وفي حتى في لقاءاتنا يعني لو بقينا بنتقابل برضو بتبقى حاجات صغيرة حياتنا كلها تغيرت في خلال سنة والترقومات دي كلها أصارت بشكل أو بآخر بصورة قريبة أو بعيدة الواحد مدركها أو مش مدركها على النفسيات يعني مش هقول يعني خلت الواحد كده يعني في حالة عدم استعاب في حالة من يعني يعني مش عايز أقول لحضرتك أحيانا دلوقتي مثلا أنا لو نزلت الكنيسة وفي خلال اللقاءات الصغيرة أو الديقة ما بين الخدمة حس أن أنا فقدت قدرتي على التواصل في الكلام يعني حس أن أنا مش عارفة أتكلم هل مش عارفة هل ده أنا بقت مشكلتي أنا بس ولا كل الناس يعني عندها الكلام ده أنا بتهيالي كل الناس ده فأنا عايز حركة تدينا روشيتة بسيطة إزاي أن إحنا how to overcome اللي حصل لنا في خلال السنة اللي فاتت بتاعة الكوفيد ويا عالم هنعد قد إيه تاني عشان نبقى healthy mentally ونفسيا وكده يعني لا هو يعني ده سؤال صعب برضو سيح أقول لحد كويسي أنت قلتي علشان ده فعلا يعني حاجة وقاعية جدا حصلة للكل أنا كنت في الشغلة في المستشفى عندنا بقول لهم الواحد عشان كل الميتنجز بقت تفيرشون وأنا كتبعا ميتنجز كتير رئيس قسم فاميه كل حياتي ميتنجز قلت لهم الواحد دلوقتي بقى يشوف حد معاه ميتنج face to face بقى البرسناليتي بقت دبريست أن أنا مش عارف هتكلم مش شايف الفعلات الأدامي زي من حضرتك قلت يعني يعني كني مثلا بتكلم أنا كنت قبل كده بتكلم ببص لو شاشكوا شايف الراكشن الناس الأدامي دي هم مبسوطين فاهمين زهقانين كده أنا بتكلم بتكلم شاشات مش بينة فخد تلخبط المعاملات الأسرية اللي أخبطت إيه الحل اللي فيها ولسه الحكاية مستمر يعني بيقولوا كمان قدامنا يمكن على 2021 على آخره لما الدنيا تبتدي قدامها سنة وشوية كمان وفي الأخبطات وفي أراء كتير بتطلع صح وغلط بس أنا يعني في تخيلي أن أنا أحاول أن أنا أتاكل one problem أتاهم إحنا جئنا في بوست الأوقات مدرس الأحد كنا بنعمل فيزيكال وبعدين جئنا فيزيكال وبعدين فيزيكال وبعدين فجيت مع الخدام اللي معنا كده في اقتماع داد الخدام بقولهم يلا استمتعوا بالفيرشوال بقى علشان إيه كمان سنة هنقعد نضحك عليه ونقول يا يا فاكرين أيام زمان وحتبقى يعني ساعات الواحد يبقى يستسلم للحزن واليأس أسلام مقرفة بصراحة يعني بس في نفس بقى أو نوعية من الناس بتستسلم وفي ناس زي ما كنت بقولك اللي هو اللامونة يعني حراءة أو مر أوي في ناس تعمل منها لامونات أستفيد منها حاجة في ناس كتير استفادت مثلا وقالت ايه خلاص أنا هركز إن أنا هنقعد مع البيت كتير دلوقتي لأن الخروج تقل بالعافية فممكن استفيد منها بدي مش هتحل المشكلة بس هتقليلها كتير وحتطلع لمنافع أن نستفيد منها مثلا إن أنا أعض أقرى كتير مثلا أنا أقعد في البيت حلو إحنا مثلا في الكنيسة استفيد منها إن إحنا قلنا في اجتماعات ما أنا في الاسبوع ما كانش حتى بيحتر مستمدلش لابونا رويس ما كانش حتى زمان بيحتر اجتماع الصلكة بيبقى 4-5 دلوقتي 30-40 بيحضروا كل اجتماع صعب لما دي حاجة حلوة استفدتها حاجة حلوة تعلمتها فأبتدي أركز على أقدر أطلع من دي بفايدة إيجابية إزاي ويا رئي غيتي ابونا كمان دي من النقطة اللي حضرتك قلتها ان ازاي الواحد يحول المشكلة اللي احنا بنعيشها إلى خبرة عملية وخبرة دديدة وزاي يستفيد ميها واني امدل من النقطة اللي انت قلتها في الآخر ودي أحسن حاجة فعلا حقيقة يعني احنا كأباء كمان يعني حاسين انه الفترة اللي فاتت غيرت شوية في نفسيات الناس ولسه ناكنت عامل اجتماع مع الخدام برضو بس فيزيكال في الكنيسة مع قطاع قطاع صغير يعني عددي بقليل وحذرتهم ان احنا كخدام احنا نقع لانه الصحة النفسية بتاعتنا مهمة جدا زي الصحة الروحية فلازم ناخد زي ما بناخد بالنا من الصحة الروحية بتاعتنا وقانوننا الروحي لازم ناخد بالنا من الصحة النفسية بتاعتنا واحنا نبقى اهم ناخد بالنا منها عشان نقدر نسند الناس اللي بنخدمهم اللي ممكن يقعوا مننا او يتعرضوا لازمات نفسية فدي حقيقة كمان بتحصل لكن ان شاء الله ربنا يعدي على خير على قد ما نقدر زي ما حدثك قلت طبعا زي الواحد يقدر يحول الحاجة يستفيد بيها بقدر المستطاع واكيد بتختلف من واحد لوحد زي ما حدثك قلت يعني ربنا اخليك امجد تفضل سؤالك حبيب امجد تفضل سؤالك عندك سؤال امجد سمعني امجد بحاول اتكلم مكنتش سماعيني لا طب كده سماعيني اه صدر طبعا بشكر الدكتور جورج وكلامه من القلب وبيوصل بالقلب في مبسطة وجماله يعني فبنشكره جدا انا هتكلم عن تجربة يعني من وحي خبرتي انا الشخصية قد يناسب البعض او ما يناسبوش يعني ببساطة كده انا بكسف اقول يا رب شيل الكورونا يا رب شيل الكورونا طب اتشالت الكورونا طب وانعمل ايه في السنطان طب وانعمل ايه في حاجة ماهلازم يبقى فيه مسبب للوفاة ولان كلنا هنموت فده مدي ايه سيب الحتة دي لربنا يا زباط طبعا هو مش الدكتور مش مش شاطر انا شخصيا اختبرت مع واحد في مستشفى كان عامل معانا في الشركة والديناء وكان الشركة سمحت انه تصرف عليه لغاية مليون جنيه لكن الناس ما شافوش فيه حاجة لمدة تسعة ساعات وهو بينزف ومات يعني توفرت كافة الوسائل ان الراجل ده يعيش وربنا بدعنين الناس كلها عشان اجل انتهى فانا بحس ان مفيش حاجة اسمع دكتور شاطر ودكتور مش شاطر الظروف جت وحشة والظروف مجتش وحشة ما هو ربنا بيوجه ازاي ما هو ربنا عايز يوجهني لحاجة مثلا احسن هيسدي لي الحتة دي ما انا ما عودش عاية انها دي تسدت الحتة اللي هي ممكن تجاوب على جسفين لما قالت القلق اللي بيدور اللي بيقلق ويبقى مكتئب اللي دايما بيبحث عن الفرحة والسعادة في الاخرين ما قدرش يخرج الا مع مجموعة ما يعرفش يعود يتكلم مع مراته وحديهم لازم يبقى معنا صاحبتنا وجوزة ما نعرفش نخرج نتغدى الا مع فلان وفلان اللي بيبحث عن السعادة خارج نفسه ما بيلاقيهاش لكن مش نفسه بأننية مع السلام الداخلي ده أنا واخده من المسيح لو 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 أنا رابط حياتي مع المسيح ومتدخل عليه خلص قد يكون كلامي لو أنت اتفق مع ناس وما يتفقش إنما بنشكر حضرتك وشكرا بي لأن عجبني قوي 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 الجملة اللي انت قلتها ان اللي بيبحث عن السعادة خارج نفسه ما بيلاقيهاش very very important لأن دي فعلا دي لناس كتير في الكوفيد ده بالذات بييعانوا منها إن هو إن يتبقى كذا يا بلاش عايز عبقى أدور أنا إزاي أغير من فكري إزاي أبقى أنا فليكسبل ومارن إزاي ممكن أرتبط بكلام ربنا أنا حرجع تاني للسؤال اللي أنا كنت بقوله ده أنا سمعت الإجابة دي أنا غششها من المسيس آجا حد قال بيقول ما هو قيمة كلام ربنا رالي حاجة كده زي ما تقول إيه لحق نفسي أنا بقول لك بمنتظر حسنا حلوين تعويزة تعويزة آه صدقني وبنفكر فيها كده يا بنا يعني أنا كانت قادرة قدام أبونا نوات رأسنا حلوين وطيبين كده فليه أخي يقول لك يلا يصابت يخيبت يعني يعني أنت أبونا قال وصال لك وانت سالة يعني ربنا يستر ربنا يستر بالمعنى يعني أنا مش مصدق أو ما أقول لك بصراح الشخص ده أو الأخت دي في مستقر بتقول لك كلام ربنا لي قيمتك وقيمة كلام ربنا من أنه هو جاي من ربنا يعني بتقول لك مثلا العشرة جنيه العشرة جنيه مش حتة ورقة هي مكتوب عليها عشرة مش أي حد يجيب حتة ورقة وتبقى عليها عشرة جنيه تبقى عشرة دولار ما أفروض الكندا عشرة دولار بعشرة دولار العشرة دولار والمئة دولار دي قيمتها من إيه من دي بتاعة البنك المركزي هو اللي بيضمن قيمتها فكلام ربنا هو ربنا اللي بيضمن قيمته كلام ربنا هو ربنا اللي بيضمنه وزي ما قال أمجد بالزبط هو عايز يماشيني في سكة وحيفتح أبواب تانية عارف لو أنا عندي الإيمان ده هيحللي حاجة كتير مش لازم حسب دماغ أنا موسيس عد دماغ أنا عايز زي ما حضرتك قلت ما طيب ولي ما رحوش بالكوفيد ما ينتي أنا ححكي لكم قصة شخصية يعني هشير معاكم نفسي نشير الاختبارات أنا باباية وقفة من كام شهر في عز الكوفيد ومش بكوفيد وكان في البيت هو كان كبير في السن معاييش وصالش حاجة خالص وقلنا يعني كل التخوفات بقى الكوفيد ومصر والهيسة كان في يوني وكوفيد والكوفيد والدنيا وحاسب يا بابا ما تخرجش وفجأة هو قاعد وقع بس خالص هو ربنا جابها بطريقة تانية خالص ومش فهمها ليه وكانت تجربة صعبة حقول لكم بصراحة تجربة صعبة ان هو الصلاة الجناس كان آخر الخمسين خالص في مايو آخر الخمسين وتجربة صعبة جدا ان انت تمر بحاجة لا تتخيل ان ده باباك ومتعرفش تسافر مكانش في ساعتها خالص سفر متعرفش تسافر ولا عارف ولا حتى كان فيه جناز الجناز كان فيه أختي واثنين ثلاثة نفار والصلاة كانت عشر دقايق والدفن عشر دقايق عارف اللي بتفرج على فيلم سخيف في سورة يعني كان كت وقلت يا رب ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل دون وبعدين اكتشفت ان برضو ده جايز ربنا بيقول لنا حاجة تانية عايز ربنا يخلينا نركز في حاجة تانية تجربة جديدة بس مهم من ان انت تقبلها وتسمعها من ربنا تقوله ربنا عايز يقول لك ايه تقوله يعني هو مثلا في ساعتنا الحاجة اللي عصرت فينا كان اخر الخمسين فدخل بخريستوسانيستي الجناز يعني هو داخل كنا في الخمسين فقلت ياه خريستوسانيستي وهو داخل بدل 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 اسكون يا رب بدل اسكون يا رب صور فداخل داخل خريستوس ايه ده في ايه في فرحة فعلا يكون فعلا الرنج اسمور بكلب بجد يعني انتباعات ساعتها بقى يعني يكون فعلا ياه ده السماء حلوى ده احنا مسيحية تاعتنا قوية قوي ده داخل بعز كده اللي احنا الفرايحي فرايحي برضو في حاجة قوة في قوة غير طبيعية في حاجة تانية خالص مفهوم تاني تحط في دماغهم وبيتشلش هو داخل كده بتسندو بعد عنكم ايه خريستوس انا فرحانين ايه شباب فرحانين ايه ده بالدي اه احنا فرحانين ده السماء فساعات هو ربنا بيديك مسيجات برغم ان التجربة نفسها سخيفة وصعبة ربنا يعزيكو طلطل عمليك حبيب حد ليه ايه سؤال تاني طيب ابونا مايكل ابونا مايكل في ايه حاجة طيب احنا هلا معانا مش كده انا بس هيا هال الاسماء دي اللي انت بعتها لي بتاعة دي اعياد الزواج بتاعة شهر ايه اكتوبر اكتوبر كل دول من الدوازين في اكتوبر اه الله 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 انا فكرت بتوع شهرين ولا حاجة ده شهر اكتوبر حلو قوي يعني مفرح يعني مفرح يعني فيه مجموعات كتيرة يعني تحتفل بالأنيفيرسري بتاحة ممكن نقولهم كلنا مع بعض كده كل سنة هم طيبين مونة وعاطف كل سنة هم طيبين مش عافس كنا موجودين معانا ولا بقا ماريان وسامح كراس فيولا وروماني دينا وموجودين مين اللي موجود مونة 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 كل سنة هم طيبة مونة تايش حبيبي تايش كم سنة بقى مونة انا كده هعدز لا بلا يا مشينتي كمسان هي جواز كمسان يا دكتور دكتور بقول لي هي مانا بقول له كم سنة باردون فيولا وروماني نادر مينة وماريان عالموجود سنة ومتحت نبين وعاطف عاطف حبيب او عاطف شنودة نبين وعاطف ايريني وصايمون ايفلين كنيسة كناب جواز فعلا نابونا في اكتوبر كنيسة كناب في اكتوبر بتقول ايه دكتور بقول دك كنيسة فعلا كلها متجاوزة في اكتوبر مع انتصارات اكتوبر يعني ايريني وصايمون ايفلين ويوسف الدكتورة ايريني جيرجس والشريف اناس وجوزيف باسيليوس شيري ومينة مونير رانيا وجوزيف رانيا ومايكل باسيليوس هايدي سوريال ومينة الراهب نوها النبير وعماد سحاء بنقول لكم اه اعماد موجود ونوها موجود لازم لزم عماد موجود لازم يأنوها موجودة طبعا لازم انتو فيما باي كل سنة ومطايبين وانت طيب يا ابونا كم سنة بقى 18 يا ابونا طيب يا حبيبي مبروك كل سنة طيبين عبال 118 ربنا خليك يا ابونا بس مش عارف مش عارف يعني هتستحمله 118 سنة صليلنا يا ابونا نستحمل خليك يا ابونا هنشوف مين يستحمل التاني اكتر كل سنة ومطايبين ربنا يفرحكم دايما وننقل بقى ممكن هالة تبقى تنقل بقى التحيات دي للي مش حاضرين معانا النهارده عادي كل سنة ومطايبين افكركم انو ان شاء الله شهر نوبمبر بتاعه هيفتح بكرة وعندنا عيد الملاك يوم الخميس يوم الخميس الجاي قداس الشهري بتاع عيد الملاك هنعمل يوم الخميس من 8.5 إلى 10.5 اللي عاوز يعمل يقدر يعمل يحلل قداس عيد الملاك عيد الشهري ومواعيد طبعا زرين تعرفين في وسط الاسبوع طبعا من 8.5 لكن يوم الحد بيبقى من 8 الأدسات عموما برضو في كلام برضو يعني في كلام بس رسا يعني ما وصلناش ان احتمال الاجتماعات كلها توقف في الكنيسة مع عادة الأدسات فيعني لو في حاجة وصلنا لها مع سيدنا هنبقى نبلغكم به دي يمكن الآخر أخبار طبعا نصلي ان ربنا يعدي الأيام دي على خير ويبقى كله كويس ان شاء الله بصلواتكم واكيد احنا بنقبل من ربنا أي حاجة ووثقين ان ربنا بيدبر الخير لحياتنا ولحياة أولادنا أيام أو بيقى عدت على العالم وربنا عدها يعني ما احناش أول مرة الوباء ده يعدي بس يمكن في جنة احنا يمكن يكون ده أول مرة يبقى فيه وباء لكن أجيال اللي قابلينا شافوا الوباء وشافوا خطورة دي ايه وربنا ما خباش علينا انه هيبقى فيه أوبئة دايما وفي زلازل وفي مجاعات كل ده لان دي حياة الأرض الأرض هيبقى فيها دايما حاجات زي كده لكن السماء ما فيهاش حاجات زي كده فدي من الحاجات اللي بتساعد الانسان في الحياة الروحية بتاعته في علاقته مع ربنا انه مبقاش متمسك أو بالأرض احنا بنعيش وبنعيش فرحانين بنعيش مبسوطين وبنعيش بالأيام اللي ربنا سامح بيها اللي احنا نعيشها بس ما بنبقاش لا خايفين ولا مكتئبين ولا قلقانين لان حياتنا كلها في ايد ربنا اللي سامح ربنا اللي واحد يعيش يوم يعيش خمسين سنة يعيش مئة سنة ايا كان اللي ربنا سامح بيه احنا قابلين لانه هو اهم حاجة ان ربنا هو اللي يكون هو اللي نمشي حياتنا فالانسان اللي بيعيش بالطريقة دي طبعا اكيد بيعيش فرحان ومبسوط تحت اي سيتيويشن ربنا بيسمح بيه شكرا دكتور جورج انا محبتك ويعني بتستمتعنا دايما بكلامك الروحي والعملي في نفس الوقت فبنحب نشكرك كتير خالص على محبتك ووجودك معنا النهاردة دايش ابونا عوضك ودايما نذكروني في صلواتك انا محتاجين ربنا عوضك حبيبي شكرا دي ابونا مايكل ممكن تختم لنا قدسك او لو عندك اي كومنت هو ابونا مايكل معنا ولا ش معنا اوكي طيب بسم الله ابونا روحي كل سيلا واحد امين نشكرك يا رب يسوع المسيح على محبتك لينا رب ورعيتك لينا نشكرك يا رب من اجل الكلمة النهاردة اللي انت بعتهنى على لسان الدكتور جورج اجعل هذه الكلمة رب تكون سبب بركة لحياتنا وحياة كل واحد يا رب فينا تكون يا رب سبب انها تقوي ايماننا بيك تبعدنا يا رب عن حياة القلق موقين كلها همين عليك انك انت يا رب اللي واخد بالك مننا انت اللي بتعتني بينا يا رب ثبت هذه المفاهيم فينا يا رب ودينا القدرة العملية يا رب ان احنا نختبر شخصيا كل واحد عن مستوى الشخصي بتاعه يختبر يا رب هذه العلاقة والقوة معاك يا رب بارك يا رب كل الحاضرين معنا النهاردة وشعبك يا رب المسيحي في كل مكان يا رب كل كنيسة من اقصى مسكولين الى قاسية وشعب كنيستنا يا رب الحاضرين معنا واللي مش موجودين معنا بارك الكل يا رب بارك الخدمة كلها عود دكتور جارجا عن دعم محبته عود كل انسان يا رب يتعف الخدمة من اجل ارد اسمه قدوس استجيب لينا بشفاعته من نور عدرا مريم ملك مكي لنبا تاكلة باركة قديس مري جيرجس والانبر ويس اسمعنا يا رب نقولك بالشكر يا اباني الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء وذلك على الارض خبزانك فانا اعطينا اليوم واخفر لنا ذنوب وانا كما نخفر نحن ريد ومزلين عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن الجامل الشديد والمسيحة صارت بملك ولكم محبة الله الآب ونعمة الابن الاحيد وشركة وعطية تموهبة الراحوكوز تكون مع جميعكم امدوا سلام سلام الرب يكون معكم